خلينا ناخد زميلنا العزيز كريم أحمد من جنوب أفريقيا نتطمن منه على تدريب الفريق وعلى حالة المصابين سواء كنت بكلم على حمدي فتحي أو سعد سمير اللي عرفنا أنه عنده شد خفيف في العضلة الضامة خلينا نعرف تفاصيل أكتر من زميلنا كريم أحمد نتعرف منه على كواليس تمرينة النهاردة وكمان المحاضرة تفضل كريم مساء الخير عليك زميل العزيز أحمد سمير طبعا برحب بيك وبجدة التحية طبعا لكل جمهور النادي الآلي في كل مكان بالتأكيد يا أحمد يعني أضم صوت لصوتك وأقول أنك النهاردة هي الاستعدادات الجدية وأقول الاستعدادات لهذه المباراة مباراة الأهل وصنداؤنز النهاردة يمكن كانت تدريب قوي جدا ومميز جدا بانت في الروح الكبيرة لعابة النادي الآلي وبانت تركيز لعابة النادي الآلي يمكن بيتسو مسمعني يتكلم في محاضرة كانت واحدة ظهرا هنا في فندو لقابة قبل التوجه إلى ملعب المدينة الرادية ببيريتوريا يمكن بيتسو مسمعني يتكلم على بعض الأمور حاول أنه يطبقها النهاردة في المران أيضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيز كاتليم وحاضرة مؤثرة جدا مع لعابة النادي الآلي قبل انطلاق المران مباشرة لشد أزر اللاعبين وتجديد دوافع ورغبة متجددة النهاردة التدريب قادر أقول لك كل التدريب يحمد تاكتك النهاردة بالنسبة لبيتسو مسمعني هو عارف كويس جدا طبعا نقاط القوة وعارف إمتى بيبدأ الحمل البدني عندهم إمتى إزاي يضغط عليهم في التلت الأمامي نهاردة كان مقسم التمرين أكتر من جرعة تدريبية جزء للمدافعين جزء للمهاجمين إزاي نقدر نضغط إزاي نحن نقدر نلعب الكرسات الطويلة كرات العرضية التمركزات الخاصة بيئة المهاجمين والمدافعين أيضا كمان كان فيه تعليمات خاصة للشناوي أمور عديدة جدا راجل بيحاول يطبقها بشكل كبير لكن كمان الأهم من كده الحماس الكبير اللي احنا شفناه النهاردة يا أحمد فيه التدريب ده أمر مهم جدا لأن اللعيبة عرف أهمية المباراة ويمكن كمان أنت قلت نقطة مهمة أننا ما نجيبش هدف ويمكن أنا قلت كل اللعيبة بتقول إحنا مش جايين كسبنين اتنين إحنا مغلوبين اتنين عشان دماء الناس تبقى اللعيبة نازلة مركزة بشكل كبير جدا وعندها دوافع قوي جدا اختتم النهاردة الميران بيتس موسماني بجلسة تاني مع لعابة النادي الآلي لفرض مزيد منه تركيز وأيضا كمان أنه يقول لهم على التعليمات الخاصة والكسور النهاردة كانت فيه لكن النهاردة قدر أقول الجرعة التدريبية كانت رائعة ومميزة جدا يا رب إن شاء الله تفضل الحماس اللي احنا شايفينه مع لعابة النادي الآلي ده ويبدأ لعابة النادي الآلي في المرحلة القادمة قبل المبارا بيوم إن شاء الله ويكون كل اللعيبة جاهزة لهذه المبارا نقطة التالية وهي المصابين سريعا بالنسبة للتأهيل وبنسبة ميل هيكون متواجد النهاردة شفنا حمدي فتح الحقيقة متواجد فيها التدريب الجماعي حاجة رائعة ومميزة جدا واضح حمدي فتح أنه عنده رغبة كبيرة أنه يكون متواجد نعفري النادي الآلي في هذه المبارا حتى لو موجود في القائمة جاهزيته النهاردة كانت مية في المية بدنيا مية في المية فنيا بالنسبة له حمدي فتح لكن لسه طبعا فورمة المباراة هكون معاه خلال الأيام القادمة سعد سمير بيواصل التأهيل علي معلول بيواصل التأهيل لكن خلاص قربوا بشكل كبير جدا أن هم يخشوا تدريجيا مع فريق النادي الآلي في التدريبات الجماعية طبعا يمكن قولني طبعا المصابين حتى هذه اللحظة ما فيش أي حد تاني مصاب كل لعيبة متشتكيش من حاجة لعيبة ماشية بشكل بطيب جدا فيارب يحافظ عليهم إن شاء الله حتى موعد المباراة وأكيد دعوات جمهور النادي الأهلي ده همر مهم جدا بيواصل اللعيبة بشكل كبير ودعواتنا كمان إن شاء الله أن لعيبة النادي الأهلي موفقة في هذه المباراة إن شاء الله رسالة مننا من السادسة لعيبة النادي الأهلي الكبيرة بتكلم على كابتن وليد سليمان كابتن محمد شناوي رامي ربيعة اللعيبة دي أعتقد دورها مهم جدا في حالة إعداد اللعبين نفسيا وجهزيتهم معنويا لمواجهة سانداونز وأعتقد إن الرسالة ممكن توصلها كريم بشكل كبير لنجوم فرقتنا كل النجوم عليهم مسؤولية كبيرة طبعا لكن الحقيقة النجوم الكبار في الوقت ده نبقى محتاجين تواجدهم بشكل كبير ومؤثر مع بقية نجوم الفريق بالتأكيد طبعا يعني اللعيبة الكبار دورهم مهم جدا وممكن كمان أي من أشرف أزود عليهم كمان أي من أشرف دوره كبير سعد سمير الربيعة كل اللعيبة بتتكلم مع بعض دورهم مهم جدا ومؤثر جدا في المرحلة دي اللعيبة كمان الصغيرة كل كل بيتكلم على المبراجد كل بيتكلم كل بيتفرق كل ما تقبل اللعيب بتلاقي اللعيب定 مركز على المهرب ايكلم إن شاء الله ربنا يا كربنا فیا رب إن شاء الله كل لعيبة النادي الاهلي دورها كبير مع الكابتن محمود الخطيب اللي أكدنا أكتر من مرة تواجده بيكون مهم جدا إن شاء الله يا أحمد بإذن الله بقى التركيز الكبيري في لعيبة النادي الاهلي والمناخ الطائب اللي بيتوفر من كل الجهات إن شاء الله توفيهكم معنا بإذن الله إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زمان العزيز كريم أحمد وإن شاء الله بإذن الله يمكن دي آخر رسالة أنت باحة معك في السادسة لكن إن شاء الله الأيام اللي جاية تحمل لجمهير النادي الأهلي يعني خبر صار بالتأهل إن شاء الله بإذن الله على حساب سانداونز في جنوب إفريقيا